بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعدني أن ألقي على أسماعكم كلمة في موضوع له أهميته ومكانته في شريعة الإسلام يقتضي الحديث فيه الحال القائم كما أنه من الموضوعات المهمة في كل زمان ومكان وحال وتزداد الأهمية بحسب الأحوال وهذا الموضوع تلقيت الدعوة للحديث فيه من الإخوة القائمين على برنامج الأمن الفكري في رئاسة الحرمين الشريفين ويشرف على هذا البرنامج المبارك معالي أخينا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس شؤون الحرم المكي وشؤون الحرم المدني وإمام وخطيب المسجد الحرام والموضوع هو من معالم الوسطية في القرآن الكريم والمعالم جمع معلم وهو المظهر والأمر البارز فكأن العنوان يقول أبرز مظاهر معالم تجليات الوسطية في القرآن الكريم وهذا الموضوع حتى يؤتى على تفاصيله وحتى يستوعب ويجمع جمعا كاملا تاما يحتاج إلى استقراء وتتبع ويكون الاستقراء تاما لا ناقصا يكون الاستقراء كاملا تاما لا ناقصا ولكن الإخوة في الرئاسة بحذقهم جعلوا للمتحدث مخرجاء حيث سبق العنوان معالم الوسطية في القرآن الكريم قدموه بكلمة من وهي تفيد التبعيض فكأن العنوان يقول بعض معالم الوسطية في القرآن الكريم وهذا من حذق الشيخ معالي الدكتور عبد الرحمن السديس المشرف على هذا البرنامج فمن معالم الوسطية ومظاهرها وتجلياتها في القرآن الكريم الخيرية والعدل الخيرية والعدل قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فالوسطية هنا بمعنى الخيرية العدول أي أن هذه الأمة أخيار عدول ولهذا أكرمهم الله جل وعلا وجزاهم على ما اتصفوا به والفضل له عليهم أي على هذه الأمة جميعها ابتداء من نبيها وانتهاءا بآخر مسلم مؤمن فيها الفضل لله على هذه الأمة وهو الذي يكرم من خلقه من يشاء ويرفع من يشاء جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله فنحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله فجعل هذه الأمة أمة خير وأمة عدل فجعلها لذلك وجزاها أن تكون شاهدة على الناس على الأمم الماضية وعلى الأمة نفسها بعضها على بعض أهل الإيمان وأهل الاستقامة يكونون شهودا على غيرهم من آحاد هذه الأمة ولهذا عقب ذلك جل وعلا بأن يكون الرسول على هذه الأمة شهيدا لأن الخيرية المطلقة له صلى الله عليه وسلم وفيه بفضل ربه عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الحمد لله رب العالمين وقال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وتكون هذه الأمة هنا ومثلها أيضا لفظ الأمة في الآية السابقة أمة الإجابة أمة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهي خير أمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله جل وعلا ولهذا جاءت خيرية هذه الأمة وجاء عدلها مع الأمم الماضية فإنها تشهد لأنبيائها ورسليها عليهم الصلاة والسلام بالبلاء وتؤمن بجميع الرسل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير وكما زكيت هذه الأمة من ربها جل وعلا فإنها زكيت من رسولها صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة لا يختلفان بعضهما يصدق بعضا لأنهما من مشكات واحدة إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى فجاءت التزكية كما جاءت تزكية هذه الأمة من الله جل وعلا جاءت من رسولها صلى الله عليه وسلم فمن جملة ما زكاها به صلى الله عليه وسلم أنها لا تجتمع على ضلالة وهذا منتهى الخيرية ومنتهى العدل والاستقامة أنها لا تجتمع على ضلالة وأنها معصومة في مجملها ومجموعها لا في أحدها فإن رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم هذا هو الميزان العظيم ميزان الخيرية في هذه الأمة ميزان العدل مع الجماعة إن يد الله مع الجماعة يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار الجماعة رحمة والفرقة عذاب عليكم بالسواد الأعظم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ولهذا يكون الاجتماع وعموم الأمة في خطها وسيرها يكون هذا معياراً يرد إليه أحدها وأفرادها بضوابط لها تفصيل في غير هذا الموضع بضوابط مفصلة في مواضع أخرى وفي مظنات أخرى مظنات أخرى إن هذه الأمة يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة أكثر أهل الجنة وإذا كانت أكثر أهل الجنة فمعناها أمة خير وأمة عدل وأمة إحسان وأمة رحمة مزكاه مطهرة معصومة في جملتها ومجموعها وجاء في الحديث أن هذه الخيرية لهذه الأمة المباركة الأمة المحمدية أمة الاستجابة لله ولرسوله والاتباع والطاعة لله ولرسوله جاءت هذه الخيرية كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث أعطيت خمسا لم أعطهن نبي قبلي في آخرها وجعلت أمتي خير الأمم رواه أحمد والترمذي وفي الحديث أيضا إنكم تتمون سبعين أم أنتم خيرها وأكرمها على الله رواه أحمد والترمذي وفي الحديث أيضا إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاء أي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كرامة له ولأمته تتوفر فيها الخيرية والعدل فاكتظت أن تكون أن تكون هي أكثر الأمم اتباعا لنبيها صلى الله عليه وسلم أكثر أمة اتباعا لنبيها ومن معالم الوسطية السراط المستقيم سراط الله جل وعلا السراط المستقيم الطريق القويم الذي لعوجاج فيه لا بدأ ولا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط وإنما هي استقامة على شرع الله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا معنى السراط المستقيم هذه معنى الوسطية الشريعة بكمالها وجلالها وجمالها من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يقول الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله البدع والتفرق والتحزب والاختلاف والحزبية هذا ليس من هذه الأمة ليس من شأن هذه الأمة وليس من شأن وسطيتها وليس من شأن خيريتها وليس من شأن عدلها واستقامتها وإنما السراط المستقيم والنهج القويم والعقيدة الصحيحة العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة هي السراط المستقيم هي الوسطية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله جل وعلا وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وقد اجتباه واختاره واصطفاه وجعله معصومة يوجهه ويأمره فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو استقم كما أمرت فالاستقامة كما أمر الله جل وعلا وليست بالأهواء ولا بالسوانح ولا بالخواطر ولا بالعادات ولا بغير ذلك وإنما هي بالشريعة بالنصوص من الكتاب والسنة وباتباع سلف الأمة وما أجمعت عليه الأمة فاستقم كما أمرت إذن استقامة مقيدة بالشرع المبارك ومن تاب ومن تاب معك أي أناب ولا تطغو لا تتجاوز الحد وكما أن الطغيان تجاوز الحد وهو الغلو فالجفاء والتقصير والتفريط هو أيضا مذموم كلا طرفه القصد مذموم ذميمه وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فهذه الأمة مباركة أمة معصومة أمة عدل أمة عدل أمة شهادة لا تتبع الأهواء ولا البدع ولا التحزق ولا التفرق وإنما تتبع السبيل القويم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور إلى أن قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم المسلمين منها ولهذا أثنى الله على الذين قالوا ربنا الله قالوا واعتقدوا وفعلوا ثم استقاموا فعلوا واعتقدوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتيه أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة لاستقامتهم على شرع الله على منهج الله على سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيرته على سنته ولهذا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني من معالم الوسطية إذن السراط المستقيم والاستقام عليه كما سبق ذكرهما وتحليتهما بالأدلة الشرعية بالنصوص الشرعية من معالم الوسطية اليسر ورفع الحرج فهذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة لا غلوة فيها ولا إفراء ولا جفاء ولا نقص ولا هواء وإنما هي الشريعة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا فهذه الشريعة مباركة فيها يسر ورفع حرج واليسر ورفع الحرج هو الاستقامة على شرع الله ما جعل عليكم في ديني من حرج فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعثت بالحنيفية السمحة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وليس معنا اليسر ورفع الحرج تتبع الرخص وتتبع الشهوات وتتبع الشهوات والوقوع في المعاصي والبدع والانحرافات ليس هذا اليسر ورفع الحرج وإنما اليسر ورفع الحرج أن يجمع بين العزائم والرخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه استقيم ولن تحصو بعثت بالحنيفية السمحة وليشاد الدين أحد إلا غلبه يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وسدد وقارب استقم كما استقل آمنت بله ثم استقم في حديث آخر استقيم ولن تحصو من معالم الوسطية التوازن في الأمور هذه الشريعة المباركة جمعت بين الروح والمادة أعطت الإنسان بقسمه المادي متطلباته وحوائجه ولبت رغباته بالطرق الشرعية كما أنها زكت نفسه وروحه وطهرتها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه فلا غلوة ولا جفاء لما علم عليه الصلاة والسلام أن نفر من أصحابه وقد أرادوا خيرا ولكن ما كل مجتهد يصيب ولهذا إنما الاتباع للشريعة والإصابة في اتباع الشريعة وليس في صوانح الخواطر ولا في استحسان الأذهان أو النفوس وما تهوى وإنما الصواب والقبول لاتباع الشريعة فمن شروط قبول فلقبول العمل شرطان الاتباع الإخلاص والمتابعة فلما علم عليه الصلاة والسلام بهؤلاء النفر وأن بعضهم قال يصوم ولا يفطر بعضهم قال يصلي ولا ينام وبعضهم قال سيتبتل ينقطع لا يتزوج لا يقوم بمعاشر الدنيا ناهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك وزجرهم وبيّن أنه أخشى الناس لله وهو كذلك عليه الصلاة والسلام وأتقاهم لله ولكن بيّن منهجه فقال ولكني أصلي وأرقد فهذا لا ينافي التقوى ولا ينافي الخشية أن يوازن الإنسان بين معاشه ومعاده بين دنياه وآخرته اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض هكذا يوجه الله الوسطية هي دينه وهي الإسلام في جميع الأعصر في جميع الأمصار وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة بعث بها النبيون كلهم عليهم الصلاة والسلام والغلو والتفريط إنما جاء من الأتباء لا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا في الكتب المنزلة ولا في الشرائع المحاه إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفضر فمن رغب عن سنتي فليس مني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل والانقطاع ولما رأى رجلا وقد أغشي عليه قال ما باله فقيل له نظر أن يصوم وأن يقوم في الشمس وأن لا يتكلم فقال مره فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه أو كما قال عائز الصلاة والسلام ولما رأى حبلا مشدودا سأل عنه قيل هذه زينب تصلي حتى إذا انقطعت وفترت وتعبت تمسكت بهذا الحبل تعلقت به أمر بحله نقضه يعني وإخراجه وقال حلوه ليأخذ أحدكم نشاطه فليصلي إذا كان نشيطا فإذا فتر فليرقد وفي رواية فليقعد وقال لا رأى بانية في الإسلام وقال خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل وأحب الأعمال الله أدومها وأبقاها وقد قيل قليل دائم خير من كثير من قطع وقال هلك صلى الله عليه وسلم وقال هلك المتنطعون وقال لا تطروني كما أطرت النصار بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله أسأل الله جل وعلا لي ولكم ولمسلمين أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والعفو والعافية والهداية والتوفيق أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولا تأمرنا لما يحبه ويرضاه وأن يعينهم على كل خير وأن يوفقهم إلى كل بر وأن يصلح بهم البلاد والعباد أسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا السوء وأن من أرادنا بسوء أن يكفينا الله شره وأن يرد كيده في نحره وأن يجعل الدائرة عليه ثم الشكر موصول لكم أيها الإخوة المستمعون والشكر لمعالي أخينا وزميلنا وحبيبنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس وكافة زملائه الذين يعنون بهذا الشأن عناية طيبة مباركة وهذا من العمل الطيب وهذا من الدعوة إلى الله ولهذه السبيلة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداء والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة